عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخامسة والعشرين برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وبحضور 166 نائبانا وصوت المجلس خلالها على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حريق دار تأهيل المشردات في منطقة العظمية كما تم الانتهاء من القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي ولم يدرج ملف إكمال الكابينة الوزارية على جدول أعمال الجلسة